موجة الاحتجاجات التي تعم البلاد ويشارك بها عشرات ألاف الإسرائيليين تدخل أسبوعها الثامن ومع مرور الوقت تتعالى الأصوات التي تطالب المجتمع العربي بالاندمام إلى المظاهرات على إثر هذه النداءات وتقييما للوضع الراهن عقد في مدينة الطيب اجتماع جمع بين كتاب وصحفيين وسياسيين وأكاديميين لمناقشة ما يعرف بالانقلاب على الجهاز القضائي وسبل مشاركة الجماهير العربية بالاحتجاجات نحن نريد أن نبحث الانقلاب القضائي السياسات المستمرة والممنهجة ضد المجتمع العربي الفلسطيني بآليات المجتمع العربي ومن نقطة ومن وجهة نظر المجتمع العربي ومن رواية المجتمع العربي نحن لا نرد على الإدعاءات في مظاهرة تل أبيب أين العرب أنا أقول أن من استفاق متأخرا هو المجتمع الإسرائيلي اليهودي وليس المجتمع العربي نحن طيلة الوقت نناضل ونناهد هذه السياسات والحيز الديمقراطي شبه المعدوم في هذه البلاد صحيح أن الديمقراطي الموضوع الأساس هو الديمقراطية والديمقراطية كما أقول أنا هي لليهود أكثر مما هي للعرب ولكن نحن نأخذ فتات من هذه الديمقراطية فهو الخطر أن نخسر حتى هذا الفتات نحن أكثر من الناس يمكن أن نخسر نتيجة هذا الانقلاب رغم هذه الدعوات إلا أن المجتمع العربي حتى الآن لازال عازفا عن المشاركة بجموعه في التظاهرات لأسباب عديدة تتعلق بشكل الاحتجاجات والشعارات التي ترفع خلالها لا شك أن هناك أسباب عديدة لعدم مشاركة الجمهور العرب في هذه المظاهرات الكثير منها صادقة ولكن القضية الأساسية التي تقف في مواجهة المواطن العرب في إسرائيل أن هل هذه التغييرات العميقة في الجهاز القضائي التي تعني انقلابا على الجهاز القضائي هي في صالحه أم ضد صالحه هذا الأمر الأساسي أنا لا يهمني ماذا يفعل هذا وماذا يفعل ذلك أنا يهمني مصلحة الجمهور العرب وأكد المشاركون في الندوة بأن تبعات خطتي لفين بالإنقلاب على الجهاز القضائي سوف تنعكس بشكل سلبي بدرجة الأولى على المواطنين العرب أنفسهم أنا גם רוצה ששוב שלא تيانا الشلاיות نגיד שנنצח את המאבק הזה זה עדיין يشאיר את המאבק نגד הכיבוש זה עדיין يشאיר מאבק נגד הפلايا بإسرائيل זה עדיין يشאיר מאבק על תקציבים זה עדיין يشארו המון דברים לעשות אבל את המאבק הזה חייבים לנצח כי אם נفسد אותו אנחנו נفسد את כל המאבק ووجه المشاركون رسالة إلى الجمهير العربية وقيادتها السياسية باتخاذ دور فاعل وعدم الوقوف على الحياد إذا ما يحدث في البلاد بل المساهمة في التأثير على الحلبة السياسية في إسرائيل ونحن بدورنا